السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبابنا الكرام طبتم وطبا مجلسكم وتبوأتم من الجنة منزلا وهذا مجلس جديد من مجالس الموطأ عرضا وتعليقا مجزا وكنا قد وقفنا في مجلس سابق عند كتاب السهو نعم العمل في السهو قال مالكنا ابن شاب عن أبي سلامة بن عبد الرحمن بن عوف إن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس قال مالكنا أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال إني لأنسى أو أنسى لأسن وهذا انفرض به الإمام مالك وحده نعم معنى صحيح ولكن إسناده لا يصح لا يوجد له إسناد مالك أنه بلغه نعم بلغ قال مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم ابن محمد فقال له إني لا أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي فقال القاسم أهم يعني أتوهم نقصت أو زد نقصت ركعه مثلا مع غلبة تظن بالإتمام فقال القاسم انضي في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصريفه وأنت تقول ما أتممت صلاتي قال العمل في غسل يوم الجمعة قال مالك عن سمين مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي رتان رسول الله صلى الله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم رح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن رح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن رح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن رح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن رح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا قرج الإمام وحضرت الملائكة يستمعون الذكر في حديث آخر صحيح قال إن يوم الجمعة فيه 12 ساعة نعم يعني اليوم اللي هو النهار قال ملك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي وعيرت أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجبنا على كل محتل منك غسل الجنابة هذا أخذ به بعض الفقاء قليل جدا ولكن المذايب الأربعة تقول بأن غسل الجمعة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة من توضع يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل فدل على نقل الحكم من الوجوب إلى الاستحباب قال ملك عن ابن شاب عن سعيد بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر أية ساعة هذه وهو عثمان الله رجل الذي دخل عثمان قد يظهر شوف الصحابة بشر سبحان الله كيف يصيبون ويخطئون وتأخرون أحيان لم يكونوا معصومين قال يا أمير المؤمنين قلبت من السوق رجعت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله وسلم كان أمر بالغسل قال ملك عن صفوان ابن سليم عن أعطاء ابن يسارين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم قال ملكنا النافعين ابن عمر أن رسول الله صلى الله وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل عند الإمام مالك الغسل يشترط فيه أن يكون متصلا بالرواح يعني تغتسل وتخرج إلى الجمعة وباشرة قال يا حي قال ملكم من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره ويرد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه أي لا يكفي حتى يغتسل لرواحه وذلك عن رسول الله صلى الله وسلم قال في حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل مباشرة يغتسل وأخرج قال ملكم من اغتسل يوم الجمعات معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزء عنه معجلا أو مؤخرا معجلا يعني يطلب الذهاب بسرعة ذاهبا لها قبل الزوال أو رائحا لها في الوقت المطلوب نعم يروح قبل الزوال قبل وقت الزوال أو يروح في الوقت مباشرة فأصابه ما ينقض الوضوء يعمل إيه يتوضأ فقط وخلاص طرمه هو يعني اغتسل وخرج مباشرة قال ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب قال ملكم عن أبي الزناد عن الأرجان أبي حويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت يعني لغو الكلام الباطل الكلام الذي لا قيمة له وهذا ينقص من الأجر وفي حدث آخر ومن لغف على جمعة له يعني جمعته صحيحة نعم ولكن ينقص ثوابها قال ملكم عن أبي مالك القراضي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا قرج عمر وجلس على المنبر يؤذن المؤذن قال ثعلبة وجلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذن وقامعه وابد القطاب يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد قال ابن جياب نفقه جل الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع للكلام قال وذك عند المالكية إذا خطب الإمام إذا وقف القطاب يخطب فلا تصلي فلا تصلي هذا عند المالكية والحنفية عند الشافعية والحنفية نصلي لحديث سليك الغطفاني أنه دخل المسجد فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فركع عكتين قال مالك أبي النظري ما أولى عمر بن عبيدي لا يعني مالك بن أبي عامل أن عثمان بن عفانا كان يقول في خطبته قل ما يدعو ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاسمعه وأنصته فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع فإذا قامت صلاة فأعدلوا فأعدلوا هنا بهمزة غطة فأعدلوا والأصل فأعدلوا نعم بهمزة غطة هذا الصحيح فأعدلوا الصفوف وحادوا بالمناكب فإن اعتدار الصفوف من تمام الصلاة عثمان الذي كان يقول هذا ثم لا يكبر حتى يأتيه الرجال قد وكرهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوات فيكبر قال مالك أنه فإن أن عبد الله بن عمر رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن يصمت قال مالك أنه بلغه أن رجلنا أعتص يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته طبعا ما حدث مع عبد الله بن عمر حدث أيضا مع عمر لما رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح فقال من أين أنتما فقال نحن من خارج المدينة قال لو كنتما من المدينة لأوجعتكما نعم لا يرفع أحد صوته في المسجد إلا إن كان الذي يعلم الناس الخير قال مالك أنه بلغه أن رجلنا أعتص يوم الجمعة والإمام ويخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهى عن ذلك وقال لا تعد كانش عارف إذا كان عارف بينقص السبب قالوا حدثي عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك قال ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة قال مالك علي بن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى قال مالك قال ابن شهاب وهي السنة قال مالك علي من شهاب قèmes قال أدرك أهل العلم ببلدنا وذلك أن رسول الله صلى الله وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة قال مالك في الذي يصيبه زحاون يوم الجمعة فيركع ولا يقضل على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قدرك عفا ليسجد إذا قام الناس وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإن أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعة قال ما جاء في من رعف يوم الجمعة قال يحيق قال ملك من رعف يوم الجمعة والإمام يخطبه فخرج فلم يرجح حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعة قال يحيق قال ملك في الذي عكى ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يعوف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام برقعتين الكيلتيهما أنه يبني برقعة أخرى ما لم يتكلم قال ملك ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج ما جاء في السعي يوم الجمعة قال ملك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله طبعا وتعالى أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فقال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب يقعها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله قال ملك وإنه السعي في كتاب الله العمل والفعل يقول الله طبعا وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض وقال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وقال ثم أدبغ يسعى وقال إن سعيكم لشتى قال ملك فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بسعي على الأقدام وعلى الاجتداد وإنما عن العمل والفعل ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر قال إحياء قال ملك وإذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع يعني صلى الجمعة وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه وقال ملك وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة قال إحياء قال ملك ولا جمعة على مسافر ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة التي يستجر فيها الدعاء قال ملك أبي زناد عن الأعواج عن أبي عوعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها قال ملك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحار ستة مية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هورية أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة ومن دابة إلا وهي مصيقة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شافقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيها ساعة لا يصادفها عبد المسلم هو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه فقال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة فقال كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو عيرت فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت فقلت من الطور فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما قرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي الدواب التي يكتح له بها إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرامي أو إلى مسجد هذا أو إلى مسجد إلياء أو بيت المقدسي يشك قال أبو عيرتة ملقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي ابن سلام وهنا في نسخة أخرى قال لك رمزة في الأصل سلام بالتخفي فعذا وصحي ابن سلام بالتخفي الحبر يهود عبد الله الذي أسلم عندما رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم في المدينة قال حدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة فقال قال كعب ذلك في كل سنة يوم قال قال عبد الله بن سلام كذب كعب فقلت ثم قرأ كعب التوارت فقال بل هي في كل جمعة فقال عبد الله بن سلام صدق كعب ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة فقال أبو عيرتة فقلت له أخبرني بها ولا تضن يعني لا تبخل ولا تضن علي فقال عبد الله في نسخة أخرى بالكسر تضن وتضن يعني تبخل فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة قال أبو عبرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد هذا يدل على استعمال كلمة يصادف صدفة ويقصد بها الموافقة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك ساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله وسلم من جلس مجلس أني ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي قال أبو عبرة فقلت بلى قال فهو ذلك الله شوف الفقه يا سلام الله طبعا مقصود شد رحال إلى المساجد على العبادة على سبيل العبادة نعم نعم على سبيل التعلم يجوز أن تذهب إلى مسجدك كذا تجدر حل مسجد كذا نعم تزور قبر والدك قبر أقاربك لا يوجد أي مشكلة كما ذكر الشيخ علي المحفوظ رحمه الله إنما الحناب لا شددوا في هذا الأمر فقالوا هذا شرك بالله بعضهم قال هذا شرك وهذا بعيد تماما عن الشرك بعيد كل البعض عن الشرك شخص يسافر لزورة الحبيب صلى الله وسلم كيف يكون مشركا قد ذكر كثير من الفقهاء استحبابا ذلك ولك أن تجمع بين النية نية أن تزور الحبيب صلى الله وسلم وأن تزور المسجد النبوي لا يوجد أي مشكلة نعم لعموم قوله صلى الله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الأخرة نعم إنما شد رحال المساجد ليس له علاقة بشد رحال للقبور تزور قبر أحد الناس أحد الصالحين ما الإشكال في هذا قال الهيئة هو تخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة قال ملك عني حي بن سعيد أنه ولغاه أن رسول الله صلى الله وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبين مهنته يعني الخدمة لأن الجمعة عيد المسلمين كما قال عمر بن خطاب قال ملك عن نافعين أن عمر عبد الله بن وبركان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهنة وتطيب إلا أن يكون حراما قال ملك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن من حدثه عن أبي هرغة أنه كان يقول لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام ويخطب جاء يتقطر رقاب الناس يوم الجمعة بظهر الحرة يعني أرض ذات حجار السود بظهر المدينة بين الحرتين قال ملك السنة عندنا أن يستقبل للناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان من أمي للقبلة وغيرها في نسخة أخر أو غيرها القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر قلنا الاحتباء أن تجمع رجليك بيديك وأن تجالس فربما تنكشف العور والصلاة والسلام نهى عن الاحتباء نعم قال ملك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عدبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقع به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة قال كان يقع ألأتاك حديث الغاشية قال ملك عن صفوان بن سريم قال ملك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إبلا أنه قال من ترك الجمعة ثلاثة مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه صلى الله قال ملك عن جعفار بن محمد عن أبي أن رسول الله صلى الله خطب قطبتين يوم الجمعة وجلس بين عما التغيب في الصلاة في رمضان قال ملك بن شاب بن عروت بن زبير أنعش الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات طيلةٍ فصلى بصلاته ناس ثم صلى القابلة فكاثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة السالة والرابعة فلما اصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيد أن تفرض عليكم ذلك في رمضان قال ملك عن ابن شهاب عن أبي سلامة بن عبد الرحماء بن عظيم عن أبي و رأت أن رسول الله صلى الله وسلم و كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول ما القام رمضان إيمان و احتساباً رفع له ما تقدمه من ذنبه قال ابن شهاب فتوفى رسول الله صلى الله وسلم و الأمر على ذلك ثم كان أمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر من غير أن يأمر بعزيمة يعني غير أن يجب ندب وترغيب واستحباب ما جاء في قيام ربطان قال مالك بن شهاب بن عورة بن زبير عن عود رحمن بن عبده القاري أنه قال خاشت مع عورة بن خطاري في عمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي رجل نفسي ويصلي رجل ويصلي بصلاة الرهط من ثلاثة إلى عشرة فقال عمر والله إني لأغاني لو جمعت هؤلاء على قاري واحد لكان أمسل فجمعهم على أبي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارهم فقال نعمة البدعة هذه والتي تنهمون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أولا البدعة بالمعنى اللغوي شيء حديث ولكن أصله كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الفارق بين البدعة الصحيحة الجائزة أو المستحبة والبدعة المحرمة البدعة المحرمة التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لها أصل نعم أوزعوا متفرقون يعني جماعات متفرقة قال مالك عن محمد بن يوسف عن السابب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن قطاب أبي بن كعب نوه تميمن الديري وبعض نسخ الداري كلهما صحيح كان نصرانين وأسلم رضي الله أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح بعض ناس يقول لك صلي واحد وعشرين وبعض يقول أكثر وغير ذلك الراجح هو إحدى عشرة ركعة نعم حبي تزيد بـ 13 أقصى قاله قد كان القرار ليه نبدو لهذا لي لأنها تسمى بقيام الليل مجاز مرسل أطول ركن في هذه الصلاة ركن القيام فإذا صليت كثيرا كثرت كثرت الركعات فطبعا بيقل مقدار المقروع ويقل وقت القيام نعم وقد كان ويقعوا بالمئين حتى كنا مئين للسعر التي يتراوح عددها بين المئة أو أكثر حتى كنا نعتمد على لعصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر أو إلا في بزور الفجر يعني في أوائله وأول ما يبدونه قال ملك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في عمضان بثلاث وعشرين ركعة قال ملك عن داود بن الحسين أنه سمع العرج يقول ما تأكد الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في عمضان قال وكان قار يقرأ سورة البقرة في ثماني ركعات أو في ثماني ركعات نسخة فإذا قام بها في ثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه رأى الناس وأنه قد خفف قال ملك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال سمعة أبي يقول كنا أنصر في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر قال ملك عن يجاب عربة عن أبي أن ذكوان أبا عمر وكان عبدا لعيشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكوان أبا عمر وكان عبدا لعيشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها نعم كان يقوم يقرأ لها في رمضان يصلبها من المصحف كما في رؤيتها ما جاء في صلاة الليل قال ملك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده ورضا أنه أخبره أخبره أن عيشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجرى صلاته وكان نومه عليه صدق الله شوف رحمة الله سبحانه وتعالى إنما الأعمال بالنيات قال ملك عن أبي النظري مولا عمر بن عبيد الله عن أبي سعيد بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنا وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلائي في قبلته فإذا سجد يوت يومئذ ليس فيها مصابيح غمزان يعني طعن بأصبوعه في فيا لأقبض رجلية من قبلته هذا يدل على ضيق بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأن الساعة في الصدوق وليست في القصوق كما يقول العوام نعم هو صحيح قال الملك عن هشاب بن عربة عن أبيه على عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليقود حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه أو فيسب نفسه قال ملكنا إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع مرأة من الليل لتصلي فقال من هذه فقيل له هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل فكرها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفتك رعياته في وجهه ثم قال إن الله لا يمل حتى تمل اكلفه من العمل ما لكم به طاقة أي خذوا ما تتحمل ما تطيق لا يكلف الله نفسا إلا وسعى قال ملكنا عن زايد بن أسلام عن أبي أنه وعب الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أي قضى أهلاه للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة ثم يتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى طبعا الأفضل نقف على نرزقك كما نبدأ نرزق التقوى قال ملكنا أنه بلغه أن سيد بن المسيب كان يقول يكراه النوم قبل العشاء والحديث بعدها قال ملكنا أنه بلغوا أن عبد الله ابن ربما كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل عكتين قال يا حي قال ملكنا هو الأمر عندنا ودخذ به جمهور الفقاء خلافا لأبي حنيفة قال صلاة الليل والنهار ربعية وقال صاحباه صلاة الليل مثنى وصلاة النهار ربعية ولكن راجح صلاة الليل والنهار السنة مثنى صلاة النبي صلى الله وسلم قال ملكنا ابن شه بن عورة بن زبير عن عشتزوج النبي صلى الله وسلم أن رسول الله كان يصلي من الليل أحدى عشرة وكعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغط جعل شقي الأيمن زاد في وقت أبي مصعب حتى يأتيه المؤذن فيصلي وكعتين خفيفتين قال ملك عن سعيد بن أبي زاد المقبورية عن أبي سلمة بن عبد وعن بن عوف أنه سأل عشتزوج النبي صلى الله وسلم كيف كان الصلاة رسول الله صلى الله وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على أحد عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل مالك عن هشاء بن عوة عن أبي عشت أم المؤمنين أنها قالت كان رسول الله صلى الله وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سامع إذا بالصبح ركعتين خفيفتين قال مالك عن مخرومة بن سليمان عن كعي بن مولى بن عباس أن عضل بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمون تسوج النبي صلى الله وسلم هي خالة قال فانطجعت في عرض الوسادة وانطجع رسول الله صلى الله وسلم وأهله في طولها فنعم رسول الله صلى الله وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعد أو بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجه بيديه بيديه ثم قرأ العشرة الآيات الخواتم من سرعة عليهم ثم قام يضع فيها قربة تضع فيها المئة خلقة يعني قديمة نعم إلى شن معلقة فتوضع منها فحسن وضوء ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فضع رسول الله صلى الله وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها يفتلها يعني يدلكها نعم فصلى ركتين ثم ركتين ثم ركتين ثم ركتين ثم ركتين ثم ركتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى تأل المؤدن فصلى ركتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح قال مالك عن عبد الله بكر عن أبيه أن أعوض الله ابن قيس ابن ماخر وما تأخبره عن زيد ابن خالد الجهني أنه قال أرمقن صلاة رسول الله صلى الله وقال فتوسط تعاتبته أو فصط فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركتين وهما دون لتين قبلهما ثم صلى ركتين وهما دون ثم صلى ركتين وما أوترف تلك ثلاث عشرة ركعة فصط بيت من الشعر والفستطة أيضا تطلق على الحديقة ذلك القيارة كانت تسمى قديما بالفستطة لأرمقنا يعني لأنظرنا الأمر باللوتر قال مالك عن نافع عبد الله ابن دي ناري عن عبد الله ابن ومر أن رسول الله صلى الله وسلم سأل أن رجلا سأل رسول الله صلى الله وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله وسلم صلاة الليل مثنا مثنا فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعتهم واحدة توتر له ما قد صلى قال مالك عن يحي بن سعيد عن محمد بن يحي بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشأم يكن أبا محمد يقول إن الوتر واجب فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصهم فأعترضت له وهو رائح من المسجد فأخبعته بالذي قال أبو محمد قال عبادة كذب أبو محمد سمت رسول الله صلى الله وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على الإباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة قال ملك أبي بكر بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسر مع عبد الله بن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأترته ما دركته فقال لي عبد الله بن عمر إن كنت فقلت لا خشيت الصبح ما نزلت فأترته فقال عبد الله ليس لك في رسول الله صلى الله وسلم أسوة فقلت بلى والله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أه كان يموت على البعير على الدابة التي تركبها قال ملك عن نهاية بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان أبوكي الصديق إذا أردني أتي فراشه أو تعوى كان رائع من خطوه يؤتي وآخر الليل قال سعيد بن المسيب فأما أنا فإذا جئت في راشي أو ترت يعني مثل مين مثل أبي بكر الصديق نصلي للعصرة ثم نكمل وبالله تفير بسم الله الرحمن الرحيم قال ملك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب فقال عبد الله بن عمر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر المسلمون فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى الله وسلم أوتر المسلمون ليمون طبعا الوتر واجب عند الإمام أبي حنيف فقط هو الذي انفرد بهذا القول استند لبعض الأخبار ولكن لا تصح قال ملكون أنه بلغوا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام ونرجع أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر ويتره قال ملكون النافعين أنه قال كنتم عبدالله بن عمر بمكة والسماء مغيمة مغيمة المحيط بها السحاب على وشك المطر فخشي عبدالله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فراءن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أو تر بواحدة هذه طريقة وفي طريقة أخرى لا وتراني في ليلة يعني أنت بتوتر خلاص إذا صليت ركعتين أو أربعا أو ستا وحبت تنام فبتوتر وبعدين إذا استيقظت تصلي ركعتين بعد ذلك لا بأس ولا توتر بعد ذلك أو صليت وتر كما فعل ابن عمر صليت وترا بيتشفعها بواحدة كمان أخرى يبقى اتنين وانت صليت اتنين اتنين وبعدين توتر بعد ذلك وقل الوتر ثلاثة عند الإمام ملك رحمه الله قال ملك عن نافئ أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين ركعتين وركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته قال ملك عن ابن شهاب أن سعد ابن أبي ابن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة القلاحة قال ملك ليس على هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث قال ملك عن عبد الله بن دي نار أن عوض الله بن عمر كان يقول صلاة المغرب وطر صلاة النهار نعم وطر النهار هو المغرب ثلاث ركعتين وطر الليل وصلاة الوتر أو ثلاث ركعتين قال ملك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدأ له أن يصلي فليصلي مثنا فهو أحبه ما سمعته إلي قال الوتر بعد الفجر قال ملك عن عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس وقد ثم استيقظ فقال لقادمه انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب وصره قبل أن يموت ذهب وصر رضي الله فذهب القادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقال مع عبد الله فأوتر ثم صلى الصبح قال ملك أنه بلغ أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامة والقاسر بن محمد عبد الله بن عامر عبد الله بن عامر ابن أبي أعتقد أو تعوه بعد الفجر قال ملك عن إشاء بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أمتر قال ملك عن إحاء بن سعيد بأنه قال اسمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لا أتر وأنا أسمع لقامة أو بعد الفجر شك عبد الرحمن أي ذلك قال قال يحيى قال ملكم إنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمل ذلك حتى يضع وطره بعد الفجر ما جاء في ركعته الفجر قال ملك عن إحاء بن سعيد أن عشت زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعته الفجر حتى إني لا أقول أقرى بأم القرآن أم لا قال ملك عن إحاء بن عبد الله بن أبي نامر عن أبي أنه قال سمع قومون لقامة فقام يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتين معا أصلاتين معا وذلك في صلاة صبح فركعتين للتين قبل الصبح قال ملك أنه بلغوا أن عبد الله بن عمر فأتت ركعة الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس قال ملك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد مثل الذي صنع ابن عمر فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ أي الفرد قال ملك عن نافئن عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة جماعة على فضل وصلاة الفذ ب 27 درجة قال ملك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي حرارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة جماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب 25 جزءا قال ملك عن أبي زناد عن أرجو عن أبي حرارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها أو فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم الذي نفسه في يديه لو يعلم أحدهم إن أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين يعني مرمات هي ما بين ظلفي الشامل مثل الكوارع أو مرماتين حسنتين لشهد العيش هذه صلاة العيش طبعا نراجح في هذه المسألة أنها حادثة خاصة بمنافقين ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالكونا بالنظر ما أولا عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد من السابق لا أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة قال مالكونا عبد الرحمن بن حرمالة الأسلامية عن سعيد بن المسي بأن رسول الله صلى الله وسلم قال بيننا وبين منافقين جهود العيشاء والصبح لا يستطي هنا في خطأ مطبعي طبعا لا يستطيعونهما أو نحو هذا قال مالكونا سمين مولا ببكرنا عن أبي صلح السمان عن أبي رارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بينما رجل يمشي بطريق إذ واجد غصن شاوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسة المطعون والمبطون يعني مات بمرت في بطنه والغرق مات غرقا وصاحب الهدم يعني مات بسبب هدم بناية مات تحتها والشهد في سبيل الله طبعا هذه هي تقول خمسة فرات أخرى أيضا جمعها الحافظ بن حجر فصارت أكثر من عشرين شخص بين العشرين والثلاثين شخص ماتوا بغير ميتة عادية نعم كلهم شهداء ما داموا في سبيل الله سبحانه وتعالى قال ملك ابن شعبان عن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة أن عمر بن خطبي فقاد سليمان ابن أبي حثمة في صلاة صبح وأن عمر بن خطبي غدا إلى السوق ومسكان سليمان بين المسجد والسوق فمر على الشفاء أم سليمان فقال لا لم أرى سليمان في الصبح فقال إنه بات يصلي فغلبت عينه فقال عمر إن لأن أشهد صلاة الصبح بالجماعة أحب إليه من أن أقوم ليلة قال ملك ابن سعيد عن محمد بن ابراهيم معنا عبد الحمال ابن أبي عمرت الأنصري أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فالطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكتروا فأتاه ابن أبي عمرت فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال ما معك من القرآن فأخبره فقال له عثمان ومن شهد العشاء فكأنما قام نصف الليل فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة طبعا الفقهاء يقولون صلى الفجر في جماعة يعني نال ثواب نصف الليل قيام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام النصف الثاني وهذا معنى قوليه فكأنما قام الليلة كلها يعني نصف لصلاة العشاء ونصف لصلاة الفجر في جماعة نعم نسأل الله أن يوفقنا لذلك إعادة الصلاة مع الإمام قال مالك أن زيد بن أسلام عن رجل من بني الديالي يقال له بسر بن محجن عن أبي محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجعه محجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت فصلاته مع أهله فريضة وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة لقول الله تعالى أطيع الله وطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم قال ملكو عننا فإن أنا رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدعك الصلاة مع الإمامي فأصلي معه قال له عبد الله بن عمر نعم قال الرجل أيتهما أجعل صلاة فقال له ابن عمر وذلك إليك أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء قال ملك عن عبد سعيد عن رجل سأل سعيد ابن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفو أصلي معه فقال سعيد نعم فقال رجل فأيتهما صلاة فقال سعيد أو أنت تجعل هما إنما ذلك إلى الله قال ملك فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفو أصلي معه فقال أبو أيوب نعم صلي معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع يعني مضاعفة الأجر أو يكون كالغازي في سبيل الله نعم والمقصود بالجمع الجيش نعم وعينة الجيش قال ملك أنه فعلا أن عبد الله ابن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما قال يا حي قال ملك ولا أعوى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعة هتصلي المغرب سلاسة رقعات وتعدها ثلاثة وتلاثة يبقوا كام؟ يبقوا ستة فالإمام مالك رفض هذا الأمر أن تعيد المغرب لا ما تعيدش المغرب ليه؟ لأن المغرب وطر صلاة النهار فبتوتر النهار بإيه؟ بثلاثة رقعات اليابتعت المغرب والوتر الليل اللي هو رقع ثلاثة رقعات بتوتر بيها فهذا وطر الليل وهذا وطر النهار فلا تعد المغرب العمل في صلاة الجماعة قال ما يكون عن أبي الزناد أرجع عن أبي رقع عن رسول الله صلى الله وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء قال ما لكون عنه فإن أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه غيري وليس معه أحد غيري فقال فعبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمينه قال ما لكون عن يحيب سعيد أن رجلنا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزي وقال ما لكون إنما ناء لأنه كان لا يعرف أبوه صلاة الإمام وهو جالس قال ملك بن شاب عن أنس بن ملك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وراكبه فرسم فصرع فجحي ششقه الأيمن أي خدج أصيب فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا أراءه قعودا فلما نصر فقال إنما جعل الإمام لأتم به فإذا صلى قائما فصله قياما وإذا رفع فارفعه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقوله ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد نسخة ابن وضاح وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون بهذا أخذ الحنابلة فقط الحنابلة أخذوا بهذا الموضوع ولكن جماهي والفقاء إذا صلى الإمام قاعدا لعلة به صلى من خلفه قياما هو المعلول هو معلول ومتعب فيصلي هو يصلي قاعدا ولكن المأمومون صالحون المأمومون الصحاء ليس عندهم تعب ولا شيء فلماذا يصلون جلوسا ولهذا الفقهاء والمحدثون قالوا هذا الحديث منسوخ منسوخ بآخر فعليه صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام البخير ورحمه الله أنه صلى جالسا وصلى الناس وغلفه قياما واضح يا أستاذ مونة لن ندكي سؤال ولا شيء على رحب وسع قال الملك ونحيشة ابن عقوة عن أبيه على إجتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاكن شاكن يعني مريض فصلى جالسا وصلى ورأه قوم القياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصر فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فركعه وإذا رفع فرفعه وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا في نسخة أخرى أجمعون كلكم قال ملك ونحيشة ابن عقوة عن أبيه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصي عن مولا لعمر بن العاصي أو العاص أو لعبد الله بن عمر بن العاصي يعان عبد الله بن عمر بن العاصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم طبعا نصف الصلاة إذا كان قادرا إذا كان قادرا على القيام ولم يقم وذلك في النافلة وذلك في النافلة أما في الفريضة فالقيام مع القدرة ركن من الأركاء لا بد منه نعم بحيث إذا صلى هو قاعد وهو قادر على القيام في صلاة الفريضة صلى بطلة لا شك فيه نمى النافلة نصف الصلاة طيب إذا لم يكن قادرا ففي النافلة وفي الفريضة الثواب كامل بإذن الله تعالى لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى والقاعدة الفقهية المشروعة تقول لا وجوب مع عجز ولا حرام مع ضرورة قال ملك ابن شابن عبدالله ابن عمر بن راصي أنه قال لما قدمنا المدينة تنالنا وباء من وعكها يعني من المرد الذي فيها طاعون من وعكها شديد فخرج رسول الله صلى الله وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودة في سبحتهم يعني النوافل فقال رسول الله صلى الله وسلم صلاة القاعدة مثل نصف صلاة القائمة ما جاء فيه صلاة القاعدة في النافلة قال ملك ابن شابن عن السائب ابن يزيد عن المطالب ابن أبي وداعة السامية عن حفصة زوج النبي صلى الله وسلم أنها قالت ما وعيت رسول الله صلى الله وسلم كان صلى في سبحاته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحاته قاعدا ويقع بالسرعة فيروتلها حتى تكون أطول من أطول منها طبعا كما في الصحيح كان رسول الله صلى الله وسلم يصلي قاعدا حتى إذا بقي بمقدار سلسين آية أو أربعين آية يقوم يصلي وقفا ثم يثمه صلاة يبدأ قاعدا أول قال ملك ابن شابن عن أبي عن عشت زوج النبي صلى الله وسلم أنها أخبرت أنها لم ترى رسول الله صلى الله وسلم ويصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقع قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقر نحوا من ثلاثين أربعين آية ثم ركع وموجود أيضا في صحيح مسلم حتى أسن عند خلف السن وفي رواية أخرى في صحيح مسلم حتى حطمه الناس يعني بسبب مشاكل الأمة والانشغال بمشاكل الأمة كان أصيبة بتاع ابن شديد صلى الله وسلم من هذا الأمر نعم نا دقيقة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك عن عبد الله بن يزيد وعن أبي النضري مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلم تابن عبد الرحمن عن أجتز زوج النبي صلى الله وسلم أن رسول الله صلى الله وسلم كان يصلي جالسا فقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع ذلك ثم صنع فركعة الثانية مثل ذلك قال مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير سيد بن المسيب كان يصليان إن نافلة وهما محتويا يعني يصلي في ثوب واحد والأصل هو أن الرسولة سمناها على الاحتباء احتباء أن يصلي الإنسان في ثوب واحد ثم يجلس ويجمع رجليه برعاية فقد تنكشف عروته ولكن ربما يحمل هذا أنهما كان يلبسان ثوبين أو في النافلة يعني العروة مستورة ولكن إذا ظهرت العروة من بعد لا يراها أحد ما دام في النفلة وهما في بيتيهما ربما يحمل الصلاة الوسطى قال ملك عن زيد بن أسلام عن القعقاء ابن حكيم عن أبي نسى مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها أذنتها فأملت علي حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر يبقى الواب هنا عطف وصف كما يقول بعض العرب عمر وابن الخطاب عطف وصف سبع من المثاني والقرآن العظيم وصف قد جاءكم من الله نور وكتاب المبين وصف إنما إذا كانت التغير يبقى السبع المثاني الشيء وقران العظيم شيء عمر وعمر شيء هو بن الخطاب واحد تاني مش هو نفس عمر قول مثلا أيضا مثال الذي ذكرنا قد جاءكم من الله نور وكتاب المبين النور شيء وكتاب شيء آخر يبقى الوسطى شيء وصلاة العصر شيء آخر ولكن هنا هذا عطف وصف يتقصد الوصف وفي رواية تقرأ والصلاة الوسطى صلاة العصر بدنوان صلاة العصر وهذه قراءة تفسيرية وقوموا لله قانتنا ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملك عن زيد بن أسلمان عمر بن رافعن أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت إذا بلغت هذه الآية فأدني حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها أذنتها فأملت عليها حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قال مالك عن داود بن حسين عن ابن عبوع مخزوم أنه قال سمعت زيد بن ثابتين يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر قال ملك أنه بلغوا أن علي ابن أبي طالب أعوض الله ابن عباس كان يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح شوف الأقوال بتتعدد زي سبحان الله نعم كلها أقوال ولكن نراجح هو صلاة العصر لقوله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر الخندق كانت سنة كام هل تعرفين يا أستاذ مين متى كانت غزوة الخندق الخندق يا أستاذ أو الأحزاب كنت تسمى بالخندق وكنت تسمى بالأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في يوم الخندق أو في يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر نعم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ويروى قلوبهم وقبورهم كانت في السنة الخامسة من هجرة في شهر جوال نعم قال يحيى قال مالك وقول علي بنبي طالب وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد إن شاء الله في أسئلة أخرى أستاذ منا نعمل لك سؤال تاني والجائزة جاهزة للفائز والفائزة سواء من يتابع هنا أو عبر وسائل التواصل إن شاء الله اليوتيوب قال مالك وانه جاء بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلامة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ذوب واحد مجتملا به في بيت أم سلامة واضعا طرفيه على عاتقه في نسخة أخرى عاتقه مجتملا يعني أخذ طرف الثوب تحت يده اليمنى ووضعه تحت على كتفه اليسر أخذ الطرف الآخر تحت يده اليسر فوضعه على كتفه اليمنى تلفف بها قال مالك وانه بن شاء بن عسايد بن المسيب عن أبي عروة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله وسلم عن الصلاة في ذوب واحد فقال رسول الله صلى الله وسلم آوى لكلكم ثوبا قال مالك وانه بن شاء بن عسايد بن المسيب أنه قال سئل أبو عرته ليصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم فقيل له هل تفعل أنت ذلك فقال نعم إني لا أصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب المشجب العداد التي توضع وتفرج رؤوسها أو تضمر رؤوسها ويفرج بين قوائمها حتى توضع عليها الثياب دائما منشير كده بتاعت الملابس قال ملكو أنه بلغ أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد قال ملكو أنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمر بن حزم كان يصلي في القميص الواحد القميص قديما ليس هو القميص اليوم القميص اليوم بيغطي النصف الأعلى فقط قميص قديما هو الجلاب اليوم القلباب اللي هو يغطي البدن كمان نعم والرداء يغطي هو الذي يسمى القميص اليوم الرداء هو الذي يغطي النصف الأعلى والإزاع هو الذي يغطي النصف الأسفل وكذلك السروال قال مالك أنه بلغ عن جابرنا عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به يعني يجعله كالإزعار ملتحفا يعني متوشحا هو المخالف بين طرفيه على عاتقية كما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقائه ثوبا أو عمامه قال رخصته في صلاة المرأة في الدرع والخمار الدرع ده بقى يعني أعرفنا أنه بيغطي إيه الأعلى نصف الأعلى نعم الخمار يغطي الرأس قال مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله وسلم كانت تصلي كانت تصلي في الدرع والخمار نعم وبعدين الدرع بقى بيبقى سابق غطي مش الأعلى بس الأعلى والأسفل كمان وفي روايات عن استهباب التسرول أن تكون المرأة متسرولة تلبس أيضا شيئا بالأسفل قال مالك عن محمد بن زايد بن قنفوذي النفوذي عن أمي أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مفترض بها زوجة سألت أم سلمة ليست زوجي لا زوجة النبي صلى الله وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب قالت تصلي في القمار والدرع السابق إذا غيب ظهور قدميها ساتر يسطر قال مالك عن انتقاط عنده عن بكير بن عبد الله بن أشجي عن بسر بن سعيد عن عبيد الله الخولاني وكان في حاجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في درع القمار ليس عليها إزار ورسلناها عن هذا إلا إذا كانت درع إيه سابقا وذلك حدث نقول الإزار ده مهم جدا قال مالك عن هشاب بن عروة عن أبيه أن مرأة استفتته فقالت إن المنطقة المنطق ما يشد به الوسط وذلك سيدة أسماء بن طلبك لقبت بذات النطاقين إنها قسمت نطاقها جعلته نطاقين أعتدت بنطاقين وعطتهما لأبيها أو للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة فقالت إن المنطقة يشق علي أفأصلي في درع وخمار فقال إنك إذا كانت درع سابقا قال جمعوا بين الصلاتين في الحضر والسفر قال مالك عن داود بن الحسين عن العراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك قال مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واسلة أن ماذا بن جبل أخبر طبعا أبو الطفيل هذا عامر بن واسلة آخر من مات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات سنة عشر ومئة بمكة وكان يتشيع لعلي معروف عنه هذا ولكن ليس كشيع اليوم أن ماذا بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة بوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والإيشاء قال فأخر الصلاة يوما فخرج فصل الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصل المغرب والإيشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله وعينة بوك وإنكم لن تأتوا حتى يضحنها وفمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتيا فجئناها وقد سبقنا إله رجلان والعين تبض تبض يعني إيه بتطلع منها الماء تخرج منها الماء تضحر وتنبع وتقطع وتسيل تبض ولا يقال تبض إلا للعيون التي تخرج من الأرض لا تقال في العيون الصناعية والعين تبض بشيء من ماء فسألوا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا فقال نعم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا بأيديه من العين قليلا قليلا حتى جمع فيه شيء ثم غسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم عاده في أفجرة العين وبماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاد إن طالد بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا يعني بساتين وثمر وفعلا وفعلا هذه الأماكن ملئت بالبساتين ولن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا وبدأت الآن الحمد لله بدأ في مزارع وحاجات كذلك إن شاء الله تعود أجملا مما كانت وترجع معناها أنها كانت كذلك وعلماء الجيولوجيا وعلماء الزراعة أثبتوا هذه الأماكن أن هذه الأرض كانت فعلا مليئة بالمروج والأنهار قال ملك أنها فعلا أن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا عجل به السير إذا عجل والبعض يرويها إذا عجل يعني في سرعة في المشي السير السفر إذا عجل به السير ويجمعه بين المغرب والأشاء ويؤخر طبعا يعني يجمع بين المغرب والأشاء جمع تأخير في وقت الأشاء قال ملك وعن أبي الزبير المكية عن سعيد بن جبير على عبد الله بن عباس أنه قال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والأسر جميعا من المغرب والأشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال يا حقيقة أنا ملك أرى ذلك كان في مطر ده مذهب الإمام مالك فعي تأول هذا الجمع بأنه كان لمطر في روايات أخرى لم تحدد أنه مطر يعني روايات قال لك إيه في غير خوف ولا سفر فسئل ابن عباس لماذا قال تخفيفا على أمته كانش فيه بقى مطر كانش فيه مطر فهي رخصة عند بعض الصعر عند ابن عباس رضي الله عنه إذا استلزم الأمر أن يجمع الإنسان فليجمع لعزر بغير بغير الخوف ولا السفر ولا حتى المطر عزر معين من أعذار يقدره العلماء قال مالك عنه فإن أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمر بين المغرب والإيشاء في المطر جمع معهم قال مالك عنه ابن شاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر فقال نعم لا بأس بذلك لم تر إلى صلاة الناس بعرفة قال مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر إذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والإيشاء قصر الصلاة في السفر قال مالك عنه ابن شاب عن الرجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال عبد الله بن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعت إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل عن عروة ابن الزبير عن إجتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة وكتين وكتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر هذا هو الراجح في هذه المسألة ومن العلماء من قال إن الأصل كان إن الصلاة فرضت أربعا ثم نقصت في السفر وظلت كما هي في الحضر لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن الصائم والمسافر إن الله وضع عن إليه عن المسافر وضع عن المسافر الصيامة وشطر الصلاة هكذا يقول الحديث إن الله وضع عن المسافر الصيامة وشطر الصلاة يعني ما يصمش وإذا صلى يوصل لشطر الصلاة فدل على إن الأصل هو أربع ركعت ولكن دلالة هذا الحديث عن داعشة أقوى رضي الله عنه قال الملك عني أحد بن سعيدنا أنه قال لسلم عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر فقال سلمون غربة الشمس ونحن بذات الجيش فصل للمغرب بالعقيق والعقيق هذا موضع كما قال إليس ابن دينار بين ذات الحبيش والعقيق عشرة أميال مسافة ديت عشرة أميال والعقيق يبعد عن المدينة بثلاثة أميال كما قال ابن حبيب عن مطرف وذات الحبيش من المدينة على ثلاثة عشر أميال إذن ما بين العقيق وذات الحبيش كم عشرة أميال عشرة أميال لمدين كيلو يعني عشرين كيلو لماذا فعل ذلك لابتغاء الماء للوضوء ما يجب فيه قصر الصلاة قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة قال مالك عن ابن شعب عن سالم بن عبد الله عن أبي أنه ركب إلى ريمة ريمة موضع على ثلاثين ميلة من المدينة يعني ستين كيلو فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال يا حي قال مالك ما ذلك نحو من أربعة برد قال مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره في مسيره ذلك قال يا حي قال مالك ما بين ذات النصب و المدينة أربعة برد طبعا لحب يعرف هذه الأشياء في رسالة للشيخ على الجمعة موجودة في النت فيها المقادير والموازين والمقاييس فليرجعها منشأ يقولك إيش هو البريد وإيش هو ملخص كده المكاييل والموازين والإيه الشرعي وتوجد رسالة أيضا لأخينا الحبيب الموصلي من العراق لو كتب رسالة اسمها الأنيس لو توصلتم معنا إن شاء الله نوطيكمها فتجد في مسألة هذه الأطوال إيش هو الزراع وإيش هو البعاء وإلى آخره فيقولك البورد أو البريد البريد عنده البريد عنده الحنفية والمالكية 22 ألف متر يعني كم 22 كيلو وربع و 260 فبقولك أربعة بورد عند المالكية يبقى إيه اضرب اضرب 22 وربع في أربعة يغطي كم أدي 80 وكمان هنا كنا نرى 8 يبقى 90 كيلو تقريبا نعم 90 كيلو تقريبا وعند الشفاية والحنابلة البريد أربعة وربعين كيلو ونصف أربعة وربعين كيلو ونصف نعم هذا هو البريد إنما الفرسخ عنده الحنفية والمالكية خمسة كيلو ونصف يعني يقولك البريد أربعة وفراسخ ما هي بتتفهم كده البريد أربعة وفراسخ نعم الفرسخ عنده الشفاية والحنابلة 11 كيلو و130 11 كيلو و130 نعم الاختة يقول هل يجوز القصر بدون جمع في الصفر نعم لكن أنت جمعي ولكن أنت فريدي ممكن تقصري أنت في الصفر الآن يمكنك أن تقصري بدون جمع نصلي مثلا تظهر ركعتين ويجي وقت العصر تصلي ركعتين أو تجمعي ولا يوجد أي مشكلة وإذا خرجت من بيتك إذا خرجت من بيتك لا يصح لك أن تقصري إلا إذا جاوزت بيوت بلدك حينيز يصح لك أن تقصري وأن تجمعي والله أو تقصري فقط بدون جمع كما تحد بي بشرط أن يكون السفر سفرا في العادة يقالوا عنه سفر في العادة هذا هو يعني أفضل أخوان بدون يقول ثمانين كيلو ولا ثمانين كيلو قال عنه سفر في العادة نعم المعروف عرفا كالمعروف شرعا في حزب قال مالكو عنا فإن عنا بن عمر أنه كان يسافر إلى خيبرة فيقصر الصلاة قال مالكو عنا بن جهاب عن سال بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره ليوم التام قال مالكو عنا فإن أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريد فلا يقصر الصلاة وانا شفنا البريد وكان 22 كيلو قال مالكو أنه بلغوا عن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة قال يا حياء قال مالكو يتم حتى يدخل اولى بيوت القرية او يقارب ذلك طب هو فات حاجة فات معنا في كتاب سابق ايضا في الموطة هو فات حاجة في السفر يعني هو مسافر يعني المغرب هنقول هنقول ايه الظهر والعصر تمام الظهر والعصر فوصل في وقت العصر هيقضي الصلاة ولا لا يقضي اداءا وهيصليها قصرا ولا جمعا ايه قصرا ولا اتماما قال لك يصليها ايه يصليها قصرا كما كانت كما كانت لان هو كان هو هو لم يفوت الصلاة وكان ينوي ان يجمع ولكن وصل بدري فوصل في وقت العصر فخلص هيجمع بس حين اذن هيصلي بقى ايه هيصلي ركعتين ممكن يصلي الظهر ركعتين ما يصلي العصر اربعا نعم والله اعلم صلاة مسافر ما لم يجمع مكسى واذا حب يصليهم الاتنين مع بعض اربعة اربعة ما فيش مشكلة انما ان هو يصلي العصر في بلده يصليها في بلده اتنين لا يعني في خلاف مسألة ايه اللي هي ما فاته في السفر هذي يصليه كما كان ولا يصليه كما هو في الحال الذي هو فيه فالبعض قال يصليها كما كانت لانه كان في سفر فيصلها قصرا وابنه من قال يصليها تامة لانه قد وصل الى بلده قال ملك عن ابن شهاب ما يبقى شيء اسم مجامع بقى ما يبقى شيء اسم مجامع انه خلاص يعني اختل الشرط فهو الان وصل في الحضر وليس في سفر فالله اعلم قال ملك عن ابن شهاب عن سان ابن عبدالله يعني عبدالله ابن عمر كان يقول اصلي صلاة المسافر ما لم اجمع مكثى يعني لم ما لم انوي مكثى يجمع يعني ينوي وان حبساني ذلك اثنتين عشرة ليلة البعض قال ان المدة ساعتشر يوم والبعض قال اقل والبعض قال ثلاثة ايام والبعض قال اربعة ايام اغلاف طويل في هذه المسألة وراجح ما دام مسافرا ويسمى مسافرا ولم ينوي اقامة فانه يجمع ويقصر بدون عدد معين كما روي عن ابن عباس وغيره انه قال وان اقام وان سافرت ستة اشهر عادي اقصر الصلاة او اجمع والله اعلم قال ملك النافع ان ابن عمر اقام بمكة عشر ليال ان يقصر الصلاة الا ان يصليها مع الامام فيصليها بصلاته طالما صليت مع الامام الامام مقيم فلا بد ان تتم معه انما جري الامام ليتم به صلاة المسافر اذا اجمع مكثى قال ملك العطاء الخراساني انه سمع سيد ابن المسيبي يقول من اجمع اقامة اربعة ليالين هو مسافر اتم الصلاة قال اعقال ملك ذلك احبه ما سمعته الي في المذهب الشافعي بيقول مذهب الشافعي ومذهب الامام احمد بيقول كام بيقول ثلاثة ايام بلا يليهن الامام بحني فقل ساعتاشر نعم قال يحيو سعي لما لك عن صلاة الاسير فقال مثل صلاة المقيم في رواب لك الا ان يكون مسافر في زيادة عادي جدا اذا كان مسافر خلاص يبقى مسافر نما هو مش معنى انه اسير ان هو يقصر صلاة المسافر اذا كان اماما او كان وراء امام قال ملك عن ابن الشاء بن عبد الله عن ابيه ان عمر بن خطبي كان اذا قدم مكة تصلى به مركتين ثم يقول يا اهل مكة اتم صلاتكم فإن قوم سفر اي مسافر قال ملك عن زيد بن اسلام عن ابيه عن ابن خطبي فإنه كان يصلي على الأرض дома. وعلى رحلته حيث توجهت الأخت تسأل تقول ومن يقيم نصف الأسبوع في مدينة والنصف الأخر في مدينة أخرى بصفة دورية يعتبر المدينتين محل إقامة ويتم فيه مصر والله إذا كان هو ناوي يعني هو عيش في جدة والمدينة مثلا ويسافر مسافة طويلة من جدة وبين المدينة أو مكة مسافة بعيدة فالبعد طبعا جدة ومدينة مثلا وبيسافر اسبوع هنا واسبوع هنا إيه اللي مقيم فيه وإيه المكان اللي أهله فيه وإيه المكان اللي هو قيمته يعني الدائمة فيه إذا كان في مثلا مدينة خلص بيتم في المدينة ويقص starter في غيوئها نعم إنما ما ينفعش نقول إنه هو إذا ما ينفعش نقول إنه هو مسافق في الاتنين ولا ينفع نقول إنه هو مقيم في الاتنين يعني هو بقى حزب نيته إذا كان ناوي ناوي يقيم في الاثنين خلاص يتم في الاثنين إذا كان مثلا بلده الأصلي بلده الأصلي هو من الخارج أصلا يعني أردن مثلا ومسافر وبيقدم أمورية هناك هنا يسافر وهنا يسافر هنا يسافر هنا يسافر خلاص وورا يرى نفسه مسافر ما عندهش إقامة بتتعمله إقامة هو طبيعي بيعملوله هناك في السعودية إقامة فكيف ما عندهش إقامة لابد يكون عنده إقامة وإقامته بتتحدد بمدينة معينة فالمدينة اللي في الإقامة هي هكذا هذا يسوقون أيضا لموضوع السائق هو شغلته بيعمل سائقا هيفتر في رمضانه لما يفترش مثلا يقصر لما يقصرش هو عمله كده هذا هو عمله نعم مدام يسافر مسافة طويلة له أن يقصر ومدام أيضا يسافر مسافة طويلة له أن أن إيه أن يفتر يقصر ويفتر فيش مشكلة ولا حاجة في ذلك نعم مدام فيه مشقة والله أعلم ومسألة الصلاة دي برضو محتاجة بحث متأكد هل هو سفره كده ده هو شغلته على طول مسافر كده هل طول السفر ده بيقصر؟ لا لأنه مهما كان هو عمله بس هو مسافر مهما كان نعم فممكن برضو نراجع في هذه المسألة نعلم فيها مزيد من التفصيل دي صلاة إيه؟ قصر الصلاة للسائقين المسافرين نعم قال مالك أنه بلغ أن القاسم ابن محمد وعروة ابن الزبير وأبا بكر ابن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر قال حيوسو إلى مالك عن نافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك قال مالك قال بلغني أن عبد الله ابن عمر كان ربناه عبيد الله ابن عبيد الله ابن ابن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه قال مالك أن العمر ابن يحي المازين يعني سيد ابن يسارين عن عبد الله ابن عمر وعنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليه على حمار وهو متوجه إلى خيبر قال مالك أن العبد الله ابن ينرين عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عور ويفعل ذلك قال مالك عن أحياء بن سعيد قال رأيت أنس بن مالك في سفر وهو يصلي على حمار وهو توجه إلى غير القبلة يركعه ويسجد إيمان من غير أن يضعجه على الشيء صلاة الضحى قال مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه مهانئن بنت أبي طالب أخبرته عن رسول الله صلى الله وسلم ما صلى عام الفتح ثمانية ركعات ملتحفا في ثوب واحد قال مالك عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله أن أب مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبرهن وسمع أم هانئن بنت أبي طالب أنت قلوا ذهبت إلى رسول الله صلى الله وسلم عام الفتح فوجدته في السنة الثامنة والهجرة فوجدته يقتسل في شهر رمضان وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمته فقال من هذه فقلت أم هانئن بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئن فلم أفرغ من غسله قام فصلى ثمانية ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيره قال رسول الله صلى الله وسلم قد أجرنا من أجرتها أم هانئن قالت أم هانئن وذلك ضحى لي صلات الضحى والبعض سمها بصلاة الفتح ولكن راجعنا صلات الضحى قال مالك ابن شهاب بن عروة ابن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله وسلم أنها قالت مع رسول الله صلى الله وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا استحبها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم قال مالك ونعن زيد بن أسلم أن أعشت أم المؤمنة أنها كانت تصلي الضحى الثمانية وكعات ثم تقول لو نشر لي يعني أحيهم الله لو نشر لي أبوايا ما تركتهم جامع وسبحة الضحى قال مالك عن إسحاق ابن عبد الله ينوي طلحة عن آسين مالك أن جدته ملايكة دعت رسول الله صلى الله وسلم ولي طعام الفكل منه ثم قال رسول الله صلى الله وسلم قوموا فلأصلي فلأصلي يا لكم هكذا البعض يرويها فلأصلي ولكن هذا خطأ طبعا فلأصلي لا فلأصلي يا لكم قال وممكن تبقى لأم أمر فلأصلي يقول لك بالهامش لأم الأمر تدخل على الزواجة العربة تدخل على الياء قليل يعني على الساس أنت تثبت الياء فلأصلي لكم تبقى لأم أمر لغة من لغة العرب إثبات حرف الأئلة مع وجود الجهاز نعم كما قرأ قنبل إنه من يتقي ويصبر فلأصلي لكم قال أنا سنفقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبيسا ويطاله مدة طويلة فنضحت بما إن فقام عليه رسول الله صلى الله وسلم وصففت أنا وليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف قال لما لكم ابن شاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عدبات ابن مسعود عن أبي أنه قال دخلت على عمر ابن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح في قمت وراءه فقربني حتى أجعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفى له حجب عمر فلما جاء يرفى تأخرت فصففنا وراءه بالهاجرة يعني وقت الحق التجديد في أن يمر أحد بين يديه المصلي قال ملك عن زيد بن أسلام على عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي أن رسول الله صلى الله وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه يعني يدفعه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله يعني يدافعه مقصود فليقاتله يعني يدافعه ليس مقصود القتال كما قال البعض بعض الناس فشددوا وفهموا اللفظة على ظهر لك يقاتله يعني حرب وإذا قتله فلديت عليه طبعا هذا تشدد ويتنفى تماما مع سماحة الإسلام فليقاتله يعني يدافعه فإنما هو شيطان قال ملك عن أبي النظر المولى عمر بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهاني أرسله إلى أبي جهيمن يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله وسلم في المار بين يديه المصلي فقال أبو جهيمن قال رسول الله صلى الله وسلم قال ولو يعلم المار بين يديه المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قاله النظر لا أدري أقال أربعين يوما أو شعرا أو سنة قال مالك عن زيد بن أسلوان عطاء بن يسار أنك عبى الأحبار قال لو يعلم المار بين يديه المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه ماذا عليه يعلم الاسم قال ملك أنه ولغوا أن عبد الله ابن عمر كان يكعو أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين قال ملك أنه فإن عبد الله ابن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدى وحد يمر بين يديه الرخصة في المرغ بين يدي المصلي قال ملك أنه ابن الشهاب عن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد انسى الحمار ترتع ترتع يعني تتحرك وتسير في هذه المنطقة ترتع ارسله معنا غدا يرتع ويلا فارسلت الاتانى ترتع ودخلت في الصف نعم فلم ينكر ذلك عليه احد قال ما يكون انه بلغوا لنساعدنا وكان يمض بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة قلاحي قال ملكون وانه ارى ذلك واسع لذا قيمة الصلاة واسعة اذا قيمة الصلاة وبعد ان يحرم الامم ولم يجد المرء ومدخلا الى المسجد الا بين الصفوف قال ملكون انه بلغوا عنيا ابن ابي طالب قال لا يقطعو الصلاة شيء مما يمض بين يدي المسلى قال ملكون عن ابن شيابع أن سلم من عبد الله عن رضالى Проامر كان يقول لا يقطعو الصلاة شيء من ما يمر بين يده المصلي سترة المصلي في السفر قال ملكنا بلغى أن عبد الله ابن عمر كان يستطر براحلته إذا صلى قال ملكنا يشاهد عورة أن أبا كان يصلي في السحراء إلى غير سترة مسح الحصباء في الصلاة قال ملكنا أبي جعفر القارئ أنه قال رأيت عبد الله ابن عمر إذا أهوالي يسجد مسح الحصباء لموضع جباته مسحاً خفيفة قال ملكنا يا حبيب سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركوها خير من حمر النعم حمر النعم الإبل الحمراء هي أفضل الإبل عند العرب وأنفس الأموال عند العرب مسحة واحدة فقط حتى لا تنشغل بها في وقت الصلاة ما جاء في تسوية الصفوف قال ملكنا عنها فإن أنه ربنا القطار ليل إن الإنسان إذا انشغل في الصلاة كما في الحديث أعرض الله عنه إذا التفت أعرض الله عنه نعم قال ملكنا عنها فإن أن عمر بن خطار كان يمر بتسوية صفوف إذا جاءوه فأخبروا أن قد استوى تكبر قال ملكنا عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت معه اسمه ابن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه هو يسوي الحصباء من عليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف أخبر وأن الصفوف قد استوت فقال الاستوي في الصف ثم كبر قال وضعوا ليدين إحداهما على الأخراف الصلاة قال ملكنا عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحف صنع ما شئت ووضعوا ليدين إحداهما على الأخراف الصلاة يضعوا اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور يعني تأخير السحور نعم وهذا من السنة ما تزال أمتي بخير مع جلت المغربة مع جلت الفطرة وأخارت السحور قال ملكنا عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن سعدين الساعدي أنه قال كان الناس يمرون أن يضع الرجل يدى اليمنى على دراهي اليسرى في الصلاة وقال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك يعني عفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم القنوة في الصبح طبعا بالنسبة لوضع اليدين هذا قال به بعض المالكية وأما السدل فقال به أيضا بعض المالكية وأيده بعضه معجحه سدل يدين وهو مذهب مروي عن أهل البيت وأخذ به الشيعة ولكن المسألة فيها خلاف سائغ وكل هذا من هيئات الصلاة فإذا قبضت فهو أفضل إذا سدلت وهو قول له وجهته وقوته لعمل أهل المدينة عند الإمام مالك فلا بأس بذلك والله أعلم القنوة في الصبح قال مالك عنها فإن عوض الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة طبعا القنوة عند المالكية بيكون فين؟ بيكون في الرقعة الثانية بسكتة يسيرة بسكتة يسيرة قبل ركوع هذا في عند المالكية نعم عند الشافعية في صلاة الصبح بعد الرفع من الركوع ويكون بصوت يدعو الإمام ويؤمن وخلفه أيضا يدعو وخلفه المأمومون يؤمنون نعم عند الإمام أحمد القنوة في النوازل في النوازل في شدة في مصيبة أو الحالة ويكون في الصلوات كلها عملا بالحديث النهر عن الصلاة والإنسان ويريد حاجته قال مالك عنه شام بن عوضة عن أبيه أن عوض الله بن الأرقم كان أم أصحابه في حضرة الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة قال لئل إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا من يدافعه الأخبثان نعم اقبل على الحاجة الحاجة عموما سواء في علم في سفر في شيء معين يقضيه الإنسان يتممه ثم يصلي فيش أي مشكلة الدين هو يصلي قال مالك عن زيدي من أسلمان نور بن القطبي قال لا يصلي أن أحدكم هو ضام بين وركيه من الحق من الاحتقان صلاة الحاق كرهاء العلماء طالما أنت عايز تدخل حمام ادخل حمام ثم ارجع فاصلي زن على نفسك لي لا إله إلا الله الدين يا مشطير يا أخي انتظار الصلاة والمشي إليها قال ما يكون أبي الزناد عن الأعواج عن أبي رؤيتنا رسول الله صلى الله وسلم قال الملكة تصلي على أحدكم ما دام فيه مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه والصلاة من الله رحمه ومن المؤمنين دعاء ومن الملئكة استغفار كما قال تعالى ويستغفرون لمن في الأرض الله يا حسن مشور العظمة ويستغفرون لمن في الأرض مين بقى الكل من في الأرض قالك لا ويستغفرون للذين إيه للذين آمنوا عندك واحدة في الشورى وواحدة في سورة إيه غافر الذين يحمدون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم قال يا حياء قال مالك لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء قال مالك عن ابن الزناد عن أبي وعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كان الصلاة تحبزه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة قال مالك عن سمين مولى أبي بكر أن أبكر ابن عبد الرحمن كان يقول من غدا إلى أو راح إلى المسجد لا يريد وغيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما الله في رواية عند الطبراني شبيه بهذا من خرج من بيته يريد علما أو يعلمه يريد أن يتعلم علما أو يعلمه كتب له أجر حاج تاما حجته وهو حديث حسن حسن وشيقنا علامة علي حجيش حفظ الله نعم غدا ورح ذهب في أول النهار ورح من الزوال وراجع قال مالك عن نعيم ابن عبد الله المجمير أنه سمع بررة يقول إذا صلاحتكم ثم جلس في مصلىه لم تزل من أكتب تصلي عليه اللهم أغفر له والله مرحمه فإن قام من مصلىه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي طب واحد مش قادر أن يطلع ويقعد في البيت أو بيسمع في التوحيد برض يأخذ الثواب إن شاء الله لأن الأعمال بالنيات والنيات المؤمنة أبلغوا من عمله قال مالك عن نعيم ابن عبد الرحمن ابن عقوب عن أبيها عن أبي رؤية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباع الوضوء عند المكاري وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط الله رباط مربطة والرباط هو المكس على الشيء أو الإقبال على الشيء والمكس فيه والمدومة عليه ذلك دولة مرابطية أحد الناس الصلاة أحد الناس كان يدعو الناس إلى الهداية والصلاة والعمل الصلاة فمن له الناس نزالوا منه عادة الناس أنهم يحبون الله شوفها كده مع طفل صغير سماه قرآن شغلوا قرآن كده ربا ساعة أو نصف ساعة ماشي شغلوا أغاني ساعتين خمس ساعات ما يساعش يعني ليه طبيعة الإنسان هكذا إنما الحياة الدنيا لاعبون ولهم فالناس ملوا من هذا القرآن دعية يدعوهم هنا في المهرب فمل الناس والناس ملت فنعملهم إيه يخفف عليهم وقرأ أقول القلص طالما هم ملوا من الدعوة ومن النصيحة سأتركهم وأعتزلوا في مكان وحدي وفعلا جعل لنفسه مكانا ثم أخذ المصحف القرآن والسنة الموطأ الإمام مالك وبدأ يقرع العلم ويتدرسه بدأ بعض الناس من طلابهم مريديه يستمرون معه في هذا الأمر وظابوا معه وعابطوا فسميت بالإيه بالرباط وسميت بدولة المرابطي دولة المرابطي في المغرب هنا نعم قال مالك أنه بلغه أن سيدة ابن المسيه بيقال يقال لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد رجوع إليه إلا منافق تسمع الأزان أي صلاة من الصلاوات أي أزان ما تخرج من المسجد ما تخرج خارج تتبع منافق طبعا إلا إذا كان في حاجة شديدة ضرورة شديدة بات مضطر مضطر نقول لها بكذا لا وجوبة معجز ولا الحرام ما ضرور قال مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عامر بن سليم بن الزرقي عن أبي قتلت الأنصري أن رسول الله صلى الله وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليرك وكتين قبل أن يجلس قال مالك عن أبي النظر ما أولى عمر ابن عبيد الله عن أبي سنو ابن عبد الرحمن قال ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع قاله النظر يعني ذلك عمر ابن عبيد الله ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع قال مالك وذلك حسن وليس بواجب استحب وضع اليدين على ما يضع عليه الوجه على ما يضع عليه الوجه الوجه عشي الوجه وذلك الضبط صحيح الفتح نصب في السجود قال مالك عن نافين أن عبد الله ابن عمر كان إذا سجد وضع كفية على الذي يضع عليه وجهه قال نافع أنه لقد عيته في يوم شديد البارد وإنه لا يخرج كفية من تحت بورنس له البورنس اللي هو عند المغرب يسمى بالجلاب التي لها قب لها إيه لها طائية كده مسلسة البسة الإنسان بتكون لزقة في السوف سميها في المشرق البورنس نعم وإنه لا يخرج كفية من تحت بورنس له حتى يضعهما على الحصباء طبعا دي بتفيد في البرد الشديد أو في الحر قال مالك عنها فإن أن عبد الله ابن عمر كان يقول من وضع جبهته بالأرض فليضع كفية على الذي يضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين يتسجدان كما يسجد الوجه والسجود على سبعة أعظم كما في الحديث أعظمتان عندك الكف في اليدين وبعدين ركبتان وبعدين كمان عندك أطراف الأصابع الأنامل تمام وبعدين عندك أيضا الجبهة 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 كلها من عند الرأس كده من عند الناصية وتلمس أيضا الأنف في مذهب المالك بيقولها بس إذا يعني الأنف لم تلصق في الأرض لا بأس بذلك ولكن الأفضل لأن تلصق الالتفات والتصفيق في الصلاة إن دا الحاجة قال ملكو عن أبي حازم بن دينار عن سال بن سعد سعد عن رسول الله صلى الله وسلم ذهب إلى بني عمر بن عهوف لن يصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى بك الصديقي فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم فصلى وك رسول الله صلى الله وسلم فأشر رسول الله صلى الله وسلم أنمكث ما كانك فرفع أبي رسول الله صلى الله من ذلك ثم استخر حتى استوى في الصفي وتقدم رسول الله صلى الله سلام فصلى ثم نصرف فقال أبي ما منعك أن تثبت إذا أمرتك فقال او بكر ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله فقال رسول الله صلى الله وسلم ما لعيتكم اكثر من التصفيح يعني التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فانه اذا سبح التفت اليه وانما التصفيح للنساء نابه يعني اصابه شيء التصفيح له التصفيق والمرأة عندما تصفق للأسف بعض الناس فهموا التصفيق زي متصقف كده في حفلة الكف على الكف لا لا هناك طريقتين اما ان تصفق بظاهر كفها الايمن على باطن كفها الايسر هكذا لو انت شايفيني الآيه ظاهر الكف الايمن على باطن الكف الايسر او العكس باطن الايمن على ظاهر الايسر هذا هو والله اعلم قال مالك عن النافع ان ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته قال مالك عن ابي جعفر القارئ انه قال كنت اصلي عبدالله ابن عمر ورائي ولا اشعر به فالتفت فغمزاني ما يفعل من جاءه الامام قال مالك عن ابن شاب عن ابي امامة ابن سالي ابن حنيف انه قال دخل زيد ابن ثابت للمسجد فوجد الناس ركو عن فركع ثم دب حتى وصل الصف قال مالك انه بلغوا ان عبدالله ابن مسعود كان يدب مراكع بعض الصحابة كانوا يفعلون ذلك وفي رواية ذكرها بعض الشيخين ان احد الصحابة لالله حزيفة جاء من بعيد من اول المسجد فسامع النبي صلى الله عليه وسلم يركع فركع وظل هكذا فيعني البعض بيبالغ في هذه المسألة يروي مبالغات يعني اذا كان مسافة يسير ماشي لانه ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم انه علم بعض الصحابة فعل ذلك يعني جاء بسرعة جرى بسرعة ثم ركع فقال ما فعلك على ذلك يا رسول الله يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم وعرف بانه فعل ذلك من اجل ان يتعجل الركوع فقال زادك الله حرصا ولا تعد وتروى ولا تعد لا تعد يعني لا تجري ولا تعد لهذا الفعل والبعض يرويها ولا تعد لا تعدش الصلاة خلاص لا تعد الصلاة لان الاصل اذا اتيتم الصلاة فأتوا وأنتم تسعون وأتوا وأنتم تمشون عليكم السكنة وطمأنينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وبعدين البعض يرويها ايضا ولا تعد يعني ما تدهيش لا تحتسب لا تحتسب لان لم يتحقق فيها شرط الطمأنينة نعم قال ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة بالمناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم نضع سؤالا أيضا لإخواننا وأحبابنا فمن يتابعه أيضا عبر اليوتيوب يجيب وهنا أيضا الأختم هنا إذا استطعت أن تجيبي فلك جائزة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون تسعون يعني لا تمشي ماشيا سريعا فكيف نفسر قول الله تعالى في سورة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا في قراءة شادة كان عمر بن قطب يقعوا بها فامضوا إلى ذكر الله طبعا نسخد بالعرض الأخير على النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نحل الإشكال الرسول الله عن السعي وفي القرآن الكريم بيقول إيه فاسعوا إلى ذكر الله يبدا سعي كيف نحل الإشكال أرجو أن تفكروا في هذا السؤال كيف نرفع الإشكال نعم لا إذا نودي الوجوب هنا الأمر للوجوب في وقت الأذان إذا نودي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا مالش فامشوا الفاسعوا إلى ذكر الله تذهب إلى الصلاة ساعيا والساعي هو المشي السريع والفقاء اتفقوا على أن الذهاب إلى الجمعة يكون مشيا عاديا وليس سريعا طب كيف نحل إشكال في كلمة فاسعوا لم يقل فامشوا تمام فكري فيها وفهم السؤال هو نصف الإجابة وكالعادة الجائزة جاهزة للفائز والفائزة وإن شاء الله تكون جميعا من الفائزين ونحن معكم إن شاء الله قال ملكا عن عبد الله بن أبي بكر بن حزمين عن أبي عن عمر بن سليمين الزراقي أنه قال أخبرني أبو حميد سعدي وأنه قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبرك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال مالك عن نعيم بن عبد الله المجمير عن محمد بن عبد الله بن زيد أنصري أنه أخبره عن أبي مسعود أنصري أنه قال أتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن وبات فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنين أنه لم يسأله ثم قال قول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك عميد ومجيد والسلام كما قد علمتم طبعا هنا كما صليت على إبراهيم ممكن يقول على إبراهيم أو على آل إبراهيم إذا ذكر البعض فقد ذكر أفاد معه الكل وإذا ذكر الكل فقد اجتمله على البعض كما في برية مسلم الله ما صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إيه مشكلة في هذا إذا أردت الكل فآل إبراهيم ما قدسوا وما كرموا إلا بسهل إبراهيم عليه السلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على عمار على إيه على سمية زوج ياسر ولد عمار أم عمار وكان يمر على إيه على ياسر ولد عمار وهما يؤذبنا ويقول صبراً على ياسر فإن موعدكم الجنة نعم قال مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله ابن عمر وكان إذا أخذ صدقة عبد الله ابن أبي أوفى يقول اللهم صلي على آل أبي أوفى نعم أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر قال العمل في جامع الصلاة قال مالك عن نافع عن ابن عمر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل ضرع ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيتي وبعد صلاة إلي شاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصري ففيركع ركعتين قال مالك عن أبي الزنادي عن أعواج عن أبي ركعتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتعون قبلتيها هنا فالله ما يخفى علي خشوركم ولا أكركم إني لأراكم من وراء ظهري الأختي تقول المقصود به سماع الخطبة لا هي الصحيح هو الصلاة يا أستاذ سعيتي للصلاة أو الخطبة ليس سعيا لا يا صاح السعي يا أستاذون هو ماشي فكيف نحل الإشكال في كلمة فسعة ابحثي فيها جيدا الأمر ليس بالسهل هو مضى معنا لو أنت كنت حضرت معنا اليوم من أوله هتجدي لو إن شاء الله ما تبعي تسجيل أو تقرأي الموطة في الحديثة السابقة ستجدين تفسير السعي كيف نحل الإشكال نعم من القرآن كم وارك الله فيك إني لأراكم من وراء ظهري طبعا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يرى من الظهر كما يرى من الأمان أترون قبلتي أي تظنون مقابلتي قال مالك عن نافع عن ابنه وراءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتيق باء راكعا وماشيا اللهم يسر لنا حجبتك الحرام وزيارة حبيك عليه الصلاة والسلام وزيارة مسجد حبيبك صلى الله عليه وسلم وزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه والصلاة في كل هذه المساجد ومسجد قباء كذلك إنك عليك شيء قديم قال مالك عن نافع بن سعيد عن النعم عن ابنه وراءت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تعون في الشارب والسارق والزاني الشارب يشرب الحمر والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم فقال الله ورسوله أعلم قالهن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السارقة الذي يسرقه صلاته يا سلام شو قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله قال لا يتم ركعها ولا سجودها لأن إذا هو أتم ركع وأتم السجود يحشع وإذا خشع ستنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر ومن لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صالة لا طبعا الحديث ضعيف ولكن مع الناس صحيح أنت بتصلي بس ما بتؤديش الأمانة بتسرق الناس يبعيش أي صلاته يبع انت سرقت صلاتك أصلا ضيعت صلاتك قال الملكاني الشعب من العربة عن إبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلوا من صلاتكم في بيوتكم في رؤية أخرى ولا تتخذوها قبورة ولا تتخذوها قبورة لأن الله يجعله خيرا في هذا الأمر أن تصليها في بيتك البيت مخصص للنوافل والمسجد مخصص للفرائد هذا بالنسبة لرجال المرأة تصلي كل شيء في البيت أحب التروح المسجد لا تبنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا وهن تفيلات كما قالت عائشة يعني غير متطيبان غير متبهرجات قال مالكونا النفع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أو ما برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا قال مالكونا النفع أن عبد الله بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس وبدأ بالصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا البعض بيقول لك صلى الكاتين عشان تتأهب للصلاة ما فيش مانا الأفضل ما فيش وقت تصلي خلاص على طول المباشرة والله أعلم نسأل الله يتقبل منه أجمعين قال مالكونا النفع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد رجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشير بيده طبعا ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا إذا سلم علينا أحد ونحن نصلي نشيره بيدنا وتحديدا نشيره بالإصبع المسبحة تعمل كده كإنك في التشاهد تعمله بإشارة قال مالكونا النفعين عنها ابن عمر كان يقولوا من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى ليه؟ إن الترتيب ركن الترتيب واجب عند المالكية عند الشفاية وحنابلة ليس شرطا ليس ركنا أو ليس واجبا فيش مشكلة ما فيش مشكلة يعني أنت مثلا صليت العصر مع الإمام وفتك الضهر ما فيش مشكلة عند الشفاية وحنابلة صلي بعدها الضهر عند المالكية لأ بتشرطه في هذا الموضوع ولكن لابد أن أنت إيه تصلي الترتيب طب أنا هصلي مع الإمام هو بيصلي العصر وأنا هصلي بمقرب نية الضهر لا لأن اختلاف النواية عند المالكية فيه روايتان رواية تمنع مطلقا ورواية تجيز بشرط إيه آآ اللي هو المتنفل خلف المفترض المتنفل خلف الإيه خلف المفترض والله أعلم نعم عند الشفاية لا يوجد مشكلة متنفل خلفه مفترض ومفترض خلفه متنفل وفريدة خلف خلف فريدة أخرى ما فيش مشكلة عند الشفاية أوسع في عدد الله أعلم قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهر مسند ظهر إلى جدار القبلة فلما قضيت صلاة صرفت إليه من قبل شق الأيسر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك قال عبد الله فإنك قد أصبت إن قائلا يقول انصرف على انصرف على يمينك فإذا كنت تصلي فانصرف حيث جئت انشئت على يمينك وانشئت على يسارك قال ما يكون عن هجاب بن عربة نبيه عن رجل من المهاجرين لم يرى به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمر بن العاصي أو صلي في عطن الإبل يعني بروك الإبل عند الماء فقال عبد الله لا ولكن صلي في مراحل غنم مواضع مبيت الأغنام فيش مشكلة أعطاني الإبل لا ولكن يجوز أن تصلي في مراحل غنم قال ما لك عن ابن شاب عن سعيد بن المسي بأنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها ثم قال سعيد بيعمل فزره تشويقا للعلم ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة قال ما لك وكذلك سنة الصلاة كلها أنت فاتك ركعة وبعدين دخلت مع الإمام في الإيه في التشاهد التاني استشاهد الأول تمام فأنت فاتك ركعة دخلت مع الإمام في ركعة تانية حضرت مع الإمام الركعة التانية بتاعته هتبقى بالنسبة لك أنت الأولى وبعد تشاهدت فيها هو يتشاهد في التشاهد الأخير هتشاهد معاه وبعدين هتطلع هتشاهد كمان بعد ثلاثة التشاهدات وإذا شككت يبقى أربعة زيادة كمان هي يبقى إذا شككت كما قالوا هلما أون هيبقوا كام هيبقوا أربعة تشاهدات شكيت وبنت على الأقل على اليقين جامع الصلاة قال ملك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عامر بن سلي من الزرقية عن أبي قطرة الأنصرية الأنصاري أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أبي عاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها قال ملك عن أبي زناد أن أعواج عن أبي عرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعقابون فيكم ملائقة بالأيدة وأن يكتم بالنار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعوجوا الذين باتوا فيكم فيسألوا ما هو أعلم وبهم كيف تركتم عبادة فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون يتعاقبون هذا على لغة أكلوني باريس وهي لغة حمير وبالحارس وأزد شنوء وهي إثبات الفاعل المظهر مع الفاعل المضمر إذا أصلا يقول يتعاقبوا فيكم ملائكة أو يتعاقبون فيكم ويقولش ملائك لا جمع بينهما كما في قول الله تعالى أساقوا النجوة الذين ظلموا في سورة الأنبياء ثم عموا وصموا كثير منهم مثلا فإذن هنا يتعاقبون يعني تأتي طائفة عقبة طائفة ثم تعود الأولى عقبة الثانية قال ملك عن هجاب نعوة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله وسلم أن رسول الله صلى الله وسلم قال مر أبا بكر فليصلي للناس فقالت عائشة إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصليه للناس قال مر أبا بكر فليصلي للناس قالت عائشته فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس ففعلت حفصته فقال رسول الله صلى الله وسلم إن كنا لأنتن صراعب يوسف مر أبا بكر فليصلي للناس فقالت عائشة لا عشت ما كنت لأصيب منك خيرا قال مالك إبن شاب يعني أخبره بسر فلم يدر ما أسره به حتى جهر رسول الله صلى الله وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فقال له رسول الله صلى الله وسلم حين جهر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال رجل بلى ولا شهادة له فقال رسول الله صلى الله وسلم أليس يصلي قال بلى ولا صلاة ولا صلاة له فقال أولئك الذين نهان الله عنه ولعل هذا رجل وخالد نعم له خالد بن وليد والذي أسرى النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال مالك عن زيد بن أسلم ونعطى ابن يسارين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنى يعبد اشتد غضب الله على قوم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال مالك عن ابن شعب عن محمود بن لبيد الأنصري أن عتبان ابن مالك كان أم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون ظلمة والمطر والسيل ونرجو انضرر البصري فصلي رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تحب أن أصلي فأشعر له إلى مكانه من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك عن ابن شعب وهذا يدل على جواز على الجواز كما قلنا الأصل في صلاة الجماعة أنها سنة الحنبلة فقط والملكية هم الذين قالوا الحنفية والحنبلة قالوا بوجوبها فقط نعم قال مالك عن ابن شعب عن عباد بن تبين عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله وسلم مستلقيا في المسجد وعضي عن إحدى رجلائه على الأخرى قال مالك عن ابن شعب ويقصرون الخطبة يبدون يبدون أعمالهم قبل أهوائهم يبدون يعني يقدمون نعم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاءه كثير قراءه تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده سبحان الله هذا هو العصر لنا وإن الله هنا لعجب كثير من يسأل قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم نسأل الله السلامة الله ما جعلنا من القليل قال مالك عن ابن سيدة أنه قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فإن قبلت منه نضر فيما باقي من عمله وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله قال مالك طبعا بالنسبة لل البعض قد يظن تعرضا في حديث الدماء يقول لك أول ما يقضى فيه بين العباد الدماء يقضى هذا في القضاء إنما في الحساب الصلاة قال مالك عن هشام بن عربة عن أبي يعني عشت زوج النبي صلى الله وسلم قالت كان أحب العامل إلى رسول الله صلى الله وسلم الذي يدوم عليه صاحبه قال مالك أنه بلغه عن عامل بن سعد بن أبي وقصر عن أبي أنه قال كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة فذكعت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله وسلم فقال ألم يكن الآخر مسلم قالوا بلى يا رسول الله وكان لا بأس به فقال رسول الله صلى الله وسلم ويدركم ما بلغت به صلاته إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر بباب أحدكم نهر خيره كثير كثير الماء غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات يعني يقتسل فيه فما تعون ذلك يبقي من دعانه يعني من وسخه فإنكم لا تدون ما بلغت به صلاته الله إذن إن شاء الله نتوقف هنا والمرة القادمة إن شاء الله غدا نكمل من ستمائة وواحد وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بركة سيدنا محمد وعلى الله وسلم وشكرا لمن حضر معنا وتابع الأخت منا والأخت ألفت محمد حسين يوسف رب الله منكم ونلتقى الخير إن شاء الله غدا غالبا سيكون المجلس أيضا غالبا سيكون في الصباح تابعونا عبر الفيسبوك حتى تعرفوا الموعد بالضبط سأعلن عنه إن شاء الله غدا في الصباح بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويمكنكم أيضا أن تتابعوا التسجيلات عبر اليوتيوب إذا أحببتم الفيسبوك المدرب إسماعيل الشقاوي من ليس عنده فلي رسلني إن شاء الله أعطيه التفاصيل حافظكم الله السلام عليكم